السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا اللي انتباعينا معلش ان اتأخرنا عليكم زي ما نوعدتكم الحلقة اللي فاتت لما عملنا الفلاش ليزر بالفراش بحس ان ست البيت تقدر تعملها بنفسها لو هي عايزة تعمل عندها جنب او عايزة تغير الروتين بتاع الادهان عندها او كده تكون حاجة بسيطة تقدر انها تعملها من غير ما تتكلف او كده النهاردة العينة بتاعتنا دي لازم يعملها صنايعي لانها عايزة وعايزة شغل تاني فانا وعدتكم ان احنا الحلقة اللي عادت ان شاء الله هنعمل لكم عينة بالراش وديات يمكن طريقة جديدة وفريدة يعني انا ما شفتش بالصراحة اي حد عمل الفلاش ليزر بطريقة الراش ولكن يمكن علشان خطر الامكانيات اللي بتبقى متاحة مع الفن ساعتها يمكن ما بيكونش مثلا معه وقت او هو مثلا عاوز يسهل المرضوع فاحنا حبينا ان احنا نطرح الفكرتين اللي اتنين الفكرة اللي هي تبقى سهلة لاي صنايع وفي اي مكان وفي اي حتة وممعهوش اي امكانيات ان نقدر يشتغلها والفكرة التانية اللي هي معنا النهاردة ان انت يكون معك بقصة بتاعك معك شغلك فانا هنا جبت الفلاش ليزر زي ما انتم شفت ولونته بعد ما هنلونه انا طبعا غمقته كده عشان خاطر كل ما بتغمق بيظهر معك الفلاش ليزر افضل طبعا اللي هشوف الاسود كده جماعة هقول ايه ده هتعمل اسود لا يا جماعة ان شاء الله ده بيطلع خطير جدا الاسود والزيتي والبنيات الغمقة بيطلع خطير جدا في الفلاش ليزر وبعد ما بينشف فاحنا كده جهزنا ننزل بينا على الواشة بتاعتنا كده انزلت الواشة هوت هفضي الكمية الدهان اللي انا لو انتهت قدامكم ليت الكمية الفلاش هنفضيها في المسدس طبعا لازم ان يكون معك مسدس اتنين ونص علشان خاطر ان انت انا شغل بالخمة تقيلة زي ما هي ما فهاش اي بقعة مية فلو المسدس الفونية بتاعته دقيقة هيتكتم معاك هيتسد ممكن ما ما يزبطش معاك ديات العينة بتاعتنا هيت هنقلبها وبعد كده هنبتد ان شاء الله ان احنا نرش فيها الخمة يا جماعة سهلة جدا في التطبيق وبطلع معاك شغل فينش عالي جدا 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 بصراحها خرافة هتشوفوها مع بعض هنشوفها لما تخلص كده انا بدأت ارشي اهوت طبعا بتفتح الورية بتاعتك وبتفتح الزرار اللي ورا اللي هو بيتحكف كمية البوهية اللي طلعة وشغالة على ابيض لكن طبعا لو بتعمل بموالك او قطيفة او كده لازم ان انت بتحتاج تدي وش واتنين وتلاتة او ان انت لازم ان تبطل بطولة نفس اللون لأ انا هنا شغال على العضية ده هوت قدامكم لان طبعا انت عارف ان الروس بيقفل معاك على اي حاجة وهيطلع معاك شغل متساوي ومسبوط جدا جدا هتشوفو حالة النتيجة اصراحة انا عن نفسي اه مسبوط منها جدا جدا ومجاه يجيب منها جدا يمكن فكرة طريقة فليه ان اشتغل بطريقة ديت لان انا شفت كل الفاميين اللي بيشتغلوا بالموالك والمسفرش وكده لكن بصراحة اه اه يعني ما لقيت الفلاس ريزر هو لازم يتعامل كده او الافضل بتاعه عشان خاطئ لانت تاخش دعن متعلق جده به كور جميل لازم يتعامل كده كده انا غطيت اهوة بشوف لو في حتة خطيفة على الحجر اغطى عليها تاني الجنب كل ما هكتش بالزبط خمس دقايق خلصت الجنب بتاعه كله طبعا لو انت هتعمل الكلام بشوف الورق الجريض علشان خاطر المسادس من بهدلاكش الدنيا طبعا بعد ما خلصنا رش الجدار زي ما شفنا كده هنسيبه يشد شوية ديت لسه وهي هو لسه طريق الدهال زي ما انتم شايفين بدأت الالوان بتاعته تظهر بدأت الجمال بتاعه يظهر احنا بقى هنظهره اكتر واكتر مع بعض كمل معي الفيديو الاخر هنشوف ازاي هنظهرها يعني على ما اعتقد ان ما حدش عمل الطريقة دي قبل كده وان شاء الله الطريقة دي سهلة جدا جدا في التنفيذها زي ما انتم شفتوا وهنشوف ازاي ان احنا نظهر الكسر اللي فيها اكتر من كده بكتير جدا وهتديلك شكل تحفة هنعمل اي بقى هنجيب حتة سفنجة زي كده تمام ونجيب على ناحية متساوية فيها طبعا الجن بشد شوية لكن ما نشيبش قوي طبعا لما بنقوم ماشيين السفنجة بتاعتنا كده ودي الفكرة اللي طرقت على بالي زي شايفين مثلا الحتة اللي فوق دي تتكسر فيها باين كتير جدا ازاي لان دي تمسحت اما بقيت الجنب او بقيت العينة ما تمسحتش فاحنا هنمسح مع بعض دلوقتي وهوريلكم الفرق فرق شاسع جدا جدا بين اللي بيتمسح وبين اللي بيتمسحش وطبعا هنا شغل المسدس بيبقى ظابط الجنب ظابطة مفهاش ولا كلمة خلاف الموالك وخلاف الفرش والكلام ده كله زي ما انتم شايفين انا بمسح اهوت شايفين مجرد المسحة الكسر بيظهر وراء على طول وبتمسح وبتتكع على السفنجة مفيش اي مشكلة طالما الجنب شد معاك هتضغط على السفنجة وتشد كده شايفين الجمال ما شاء الله الله اكبر حاجة بصراحة جميلة جدا انا مش قادر احكي لكم الوصف بتاعها على الطبيعة احسن من في الفيديو كتير جدا يعني انا بحاول ان انا اقرب في الفيديو وحاول ان انا اقرب الصورة بحس ان انا خليكم تعيشوا معايا الصورة على الطبيعة لكنكم وايا بالزبط شايفين الجمال الله العظيم يا جماعة في الطبيعة حاجة تحفة وبتديلك كزا لون بتقلب معاك الالوان وبتديلك كزا لون وانت شغال تبص للجم من كل زاوية اللي بيقلب معاك الوان شكلها جميل جدا ده كده اللي تمسح اهوت وبتدعك في السفنجة تتكع عليها تضغط عليها جامد مفيش مشكلة انا بضغط على السفنجة هوات وبسحب وممكن تاخدها صد رد لانه ممكن يجي مثلا صانعي يقولي طب يا عم ابراهيم انا شايفك بتسحب في اتجاه واحد لأ انا بسحب في اتجاه واحد علشان خطر انا بصور بالايدي التانية انا حالا هسحبها هاخدها تاني صد رد يعني بتروح وترجع تاني بنفس السفنجة وبنفس الاتجاه تظهر معاك الكسر بشكل افضل واكتر زي ما انتم شايفين يا جماعة الكسر ظهر جدا 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 بطريقة ما انتمش متخيلينها شايفين الجمال وكل ما بتبص من اي زاوية بتلاقي معاك الالوان بتظهر كتير جدا نهوت زي ما انتم شايفين طبعا اللي كان يشوف العينة واحدة باللونها في الاول يقول ايه ده عبوري انت هتسود لنا الدنيا لين النهاردة ما تعودناش منك على كده ايه فطبعا لازم ان تصبر لحد الاخر علشان خاطر انت تشوف النتيجة شايفين الجنب بيديلك احمر واخضر واصفر يعني بيديلك الوان جميلة جدا وكل ما ببص من اي زاوية بيتلاقيه بيقول لك يعني بص انا هبهرك اتمنى يكون الفيديو النهاردة متميز فيه جديد فيه فكرة حلوة سهلة في التطبيق اتمنى يكون الفيديو النهاردة عجب ناس كتير جدا سواء فني او سواء حبيبنا اللي بيتابعوه اللي هما ملهمش دعوا بالمهنة بس هما حابين المجال وحابين الفينش والدكورات وكده طبعا زي ما احنا قلنا بنفكر تاني يا جماعة ده فلاش ليزر غير القطيفة الفلاش ليزر او غير القطيفة الليزر فيه قطيفة وفيه قطيفة ليزر وفيه قطيفة فلاش ليزر لكن ده فلاش ليزر تراك مش قطيفة فلاش ليزر عشان برضو ما حدش قول لي يا عمر ابراهيم طب انت ازاي رشت القطيفة الفلاش في المسدس لا يا جماعة ده مش قطيفة القطيفة تقيلة جدا عنده وعمرها ما هتترش معك في المسدس اما ده فلاش ليزر وزي ما انت شفت في اول الفيديو الخامة خفيفة مش زي القطيفة خالص انا ما حتطلهاش ولا بقعت مية ولا خفيتها خالص انا رشتها خام زي ما هي بالزبط حقيقي شركة تراك ابدعت حاجة جميلة جدا 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 وهم والله يا جماعة يعني تخيل ان يكون عندك مثلا بلانكا جبس مثلا تاخدها بالمنظر ده او مثلا جنب تاخده بالمنظر حاجة في منتهى الجمال اه طبعا انا بحقي حبيبنا اه استاذ محمد غازي وحمد بلانت واه استاذ احمد المصطفى حقيقي يعني بصراحة الخامة ممتازة جدا جدا واتمنى تكون الفكرة بتاعتي عجبتكم اه ما شفتكوش بصراحة عملتها غير بالموالك والفرش وكده فانا قلت النهاردة لازم ان الواحد يحط بصمة ولازم ان الواحد يحط لمسة تانية في عالم الفلاش معالف سلامة